فيه ايه؟ فيه ايه يا عمي مسلحي؟ بودي عمال يرجع لحد ما اوكم عليه يون هارسوت طب جي من الدكتور المدري بسرعة ايه؟ جي من الدكتور المدري لسه ما وصلش سبحان عمال ايه؟ هنفضل وقفين كده اتصار رفعش الخاطري بسكي روحت لي بودي في القفص بتاعه انت بتأكد من الدكتور بتاعك؟ ايوه كان بيعليج الكلب بتاعي طب احنا نلاقي مدري كده؟ هو كده كده عياته جوا بيته انا هكلمه صحي و احنا في الطريق طيب ماشي يلا بسرعة عنا بيه بسم الله الرحمن الرحيم خش خربة الحذاب شايماء يا شايماء ايوه مستر عزي مال فين المدربة العظيمة زمالتك؟ راحت فين مش شايف؟ مشت مشت؟ يعني ايه مشت؟ اه مشت تلاقيها بقى راحت تتطمن من مامتها الله يرحمها هي تبخلها النهاردة؟ ولا راحت تزور مامتك العيانة؟ لا هي خرجت راحت مشوار تاني خالص خرجت؟ خرجت؟ ايوه خرجت يا مستر عزي خرجت انت بتقولي المعلومات بسهولة وانت عايزة تشليني؟ يعني ايه خرجت؟ خرجت من السرك؟ ايوه من غير استئزال مديرها؟ ايه ده؟ موظفة تتغيب من غير ما تاخد مني إذن؟ ما هي ما مشتش لوحدها ولا حاجة هي مشت هي وشادي كمان يا حبيبي ديف وصحة بقى اتنين موظفين تحت قدرت يخرجوا من السرك أثناء موعيد العامل الرسمية؟ طبعاً ما احنا مش في سرك محترم احنا في طابونا ماما يا مستر عزة أصلاً هفهمك يعني يا أصل بودي بلا بودي بلا بودي انا اتخنقت منك ومنهم ومن القصة دي مسلسل الكرتون ده انا هقفله بقولك ايه قسماً عزماً لما يرجعوا واشوفوا الشهم ليهم معي حساب عصير أما انتي فأنتي عارفة ليه بس يا مستر عزة؟ انا بخصومني كتير قوي انا مش عارفة شكراً قدينك وديتنا للدكتور بصراحة كنت خايفة قوي على بودي اللي كنت قذب سبب نسيت ولا شكراً ولا حاجة الحمد لله انها جت على قد كده يعني شوية تلبك معوي من كتر السوداني اللي انتي بتأكليهول بس خدت بالك الدكتور قالك لازم يتجوز لازم يتجوز عشان الجواز صدع مش عارفة بقى اعمل ايه في موضوع الجواز ده؟ وبعدين مستر عايز مش هيرضى يطلع ولا مليم عشان يجيب نسناسة جديدة بقول ليه حلها لك ياريت هتعمل ايه؟ سهلاً هروح لعام مسعفان ارجع له النسناس اللي هو الدهون واجيب بدله النسناسة ونجوزها البودي ويبقى زيك نفد ايه نعم فجد؟ اللي هترضى تتغير يعني النسناس بتاعك عشان خطر بودي؟ اه بس طبعاً لها شروط ايه بقى؟ بص احنا طبعاً في الاول هنسأل عليكم ماشي وبعدين هي اكيد هيبقى لها شوية طلبات ما احنا لازم ندلع البنت يعني مش هنرميها ماشي لو انت عايزة جيب شابكة ومو احنا تمام احنا ممكن ندفع والله يا ساندي اخر همنا احنا بنشتري نسناسة انا بس كل مشكلتي ان احنا عائلة محافظة شوية فحيبقى بالنسبة لي صعب جداً ان بودي ينزل مع المسناسة لوحده فانا هستأذنك يعني لو ممكن تبقى انت نزلة معبودي او انا نزل مع المسناسة بحيث ان احنا يبقى عنينا على الولاد يعني وفتبالك يبقى على المعاهم رقيب اه ماشي هلما عنديش مشكلة ان انا انزل معبودي بجد؟ ايوه موافقة؟ موافقة جداً طب نقرأ الفتحة لا عايش سوري بس بقولك ايه موضوع روح جدك ده هلك مدحك بصراحك انت بتتريق؟ على فكرة انا عارف الموضوع صعب ان حد يصدقوا يعني لا وتريق ليه بس يعني سمعت طول عمري عن روح بتلبس راجل روح تلبس ست انما روح تلبس عربية دي بالنسبة لي بصراحة جريبة طب اسجل اللي هو فين صحيح؟ نايم ولا ايه؟ لا لا مش يا جدو هتندم يا جدو سم بالله هتندم اسحج انت خايف مني ولا ايه يا جدو اخاف منك يا قد انت ياضي سندي ده بيت خالتي ممكن تنزليني هنا؟ لو سمحت انت مش راكب مكروباس يا ضنايا وخلصيني الموضوع ده بقى عشان انواعتي محدود انا استخدعتك عشان وقفت جنبها وصعدتها واستخدع فكتر لو اقصعتها تنفذ اللي طلبتو منك بقولك يا جدو ده موضوع ما بيني وبينك ما تدخلش اي حد وبعدين انا قطيك قراري مش كول شوية اعيد وازيل في نفس الكلام ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ هو عايز ايه؟ هو عايز بلنين ايه؟ هو اعود صنبر أننا اغني في المسابقة بتاعت السرق ما تغني يا ستة حتغني? هتعندي روح دعاة فريق جدا عالا هتغني والله هتغني انا مش هغني قدام حدوة انى قلتوة了 مش هغني يا جدو يعني مش هغني لا هتغني هتغني يا جدو هتغني احنا اسفين والله احنا اسفين انت وات جدا يا شادي انا رديت عني بس لو تراجعت عن موقفها تبق انت المسؤول قدامي لا مسؤول إيه إن شاء الله ولا مسؤول ولا حاجة حتغني والله يا حتغني حتغني حضرتك بس ما ننزليني هنا يا زندي